اشتركوا في القناة ما له وما عليه مع ضيفنا مدير عام كازين ولبنان رولا خوري القمار غير الشرعي الشريكة طبعا اللي صار فيه مزيدي ولا ما صار فيه مزيدي من شان الانلاين وغيرها من العنوين اللي بتخص كازين ولبنان اما البداية فرح تكون من النافعة النافعة يعني عدد الحلقات يبدو انه لا تحصى اللي حكينا فيها عن النافعة بس الحقيقة ما في شيء تغير ليش؟ يعني كل نق المواطنين كل صرخات المواطنين كل الفساد اللي عم نحكي عنه بهالمرفق اي النافعة كأنه هيك دايرين داين تضطرشة لمصلحة مين اللي عم بيصير؟ كل حدا بكبع التاني منصة بتفتح دقيقة ومعاملات لقاء بدلات تفوق الميت دولار كل معاملة مستشرية معقبي العمليات طبعا والمعاملات اللي هني موجودين ومعن بطاقات معن بيشتغلوا والسماسرة من سورية وفلسطينية على عينها كتاجر شو عم بيصير بالنافعة؟ على الصوت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أهلا وسهلا فيك عبر إزاعة صوت لبنان أهلا فيك عملت مؤتمر صحفة أول اللي عم بيصير بالنافعة بعد بينفعل حكيك الشحكيني عبر الإعلام مؤتمرات صحفية كمان يعني اللي بيكيفحوا الفساد من المحامين أكتر من حلقة وحلقة شو عم بيصير؟ ليش داينين داين الترشة؟ عصيرة النافعة ربا نافعة ضرّة حواما بالعكس بس دايما باللبنان العكس دايما بيكون الأمتاع نافعة ضرّة بس لا مش ضرّة بشكل عام ضرّة لناس وناس للمواطن المعتر نافعة للمافيات للمافيات لالعصابات بس منين المافيات؟ يعني هنر خلينا نسمي الأمور بأسماء اليوم يعني بالحقيقة ست نوال هيدا الملاف يفترض أنه ينتهي يعني هيدا الإزلال والفوضى لللبنانيين عم بتصير بالنافعة تاريخيا عم نحكي اليوم بس اليوم صار فيه مستشري يعني اليوم المسألة صارت كتير فاضحة هيدا المغارة مفروض تتسكر وهيدا الفوضى مفروض تنتهي والإزلال مفروض أن يتوقف يعني ما بيصير كمان اللبنانيين ضلوا ينزلوا بهذا الشكل وبهدي الطريقة الإزلال عدت يعني عدت مراحل وعدة مستويات بحقيقة بدي بلش وحابي بقول أنه بلبنان اليوم ما في شيء اسمه يعني بكل العالم في شيء اسمه نقل عام مشترك وبالتالي اللبناني ما بغض بحاجة اليوم لا ينزل ولا يروح لعلاع النفع ولا شيء يمكن يجيب سيارة مثل كل العالم بأوروبا بأمريكا بيجيبوا السيارات بيستعملوها يمكن نهار بالويك أند بس المشكل أنه بلبنان ما في عندك شيء اسمه نقل عام مشترك وهيدا حق من حقوقه الأساسية للإنسان شو بتعمل الدولة هون ما عندك نقل عام مشترك وبالتالي أنت اليوم اضطر يكون عندك وسيلة نقل خاصة هلوسيق نقل خاصة ممكن تكون سيارة ممكن تكون موتيك ممكن تكون أي وسيلة نقل بتحاول الدولة اليوم اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أو الحكومات المتعاقبة أنه تستغل هيدا هيدا الظروف تستغل هيدا الحاجة اللي لبنان تقدر يتنقل فشو بتحط بتركز علي مسألة الضرائي بتركز عليه المافيات بتركز عليه الرسوم بطريقة انه هيك تهبله لانه ماء وفوقك بتحط له حواجز ورجال امن وقوة امن وخي اذا ما نفذت معمله تتفضل كل قتلة كل قتلة ونحجز سيارتك وحجاز موطسيك لك بس يعني نقل عام كل مرة منحكي عنه ما كان موجود في خطة كانت طبعا بأدراج وزارة النقل وزارة الأشغال العامي والنقل يعني هيدا بده اكتر من مرة في حلقات وهدي مشكلة كبيرة وهدي مشكلة كبيرة والبساطة اللي جبناه هون احنا وقفين ما عم بيشتغلو هلأ يعني صدو يعني هيدا موضوع شائك وما فيت ورا خلينا بيت القصيدة اليوم ليش هالشعب ساكت ليش النقابات ساكتي انتو حضرتكم عملتوا مؤتمر صحفي حطيتوا النقاط عالسطور بس بينفعل حكي ما حدا عم بيرد ولا حدا عم بيصلح كل مرة بيشيلو لنا مسؤول وبيحطوا مطرحو مسؤول بالنفعة وكل ميل والفساد مستشري هلأ من المفترض يكون فيه ممكن اليوم اتحادات النقلية على الصوت لانه هي معنية بالملف في شكل مباشر نحنا علينا الصوت من بعد ما صار فيه كتير مراجعات وصار فيه صرخات وانه شبكوا نامين انه هل ماتفقين هل نامين على هل فيه اتفاقية انه تنام انه تمرقوا هادي كل هادي الرسوم خاصة مسألة الرسوم شديدة زي كبدي صلت الضوء على هادي شغل كتير مهم مسألة الرسوم طبع الاستفاق الرسم الميكانيك الميكانيك اللي هيدا طبع استعلام مركبة هيدا التفنيصة الكبيرة الفينيات هيدا هون الفاضحة هيدا هنبلش فيها يعني اللي بيجي بدفع المواطن لبناني 11 دولار حق ورقة ورقة ما بيستعملها وهلأ ورقة ما بيخدها يعني اليوم عبيدفع 11 دولار ما بيخد الورقة ما بيخد بيخد الواصل انه اي بس لما رجعت انا وزارة الداخلية بيقولولي روحوا على النافعة دفعوا بيعطوكم الفينيات يعني انه بشركات تحويل الاموال ما فيه بس بالنافعة فيه يعني مهزلة بس ما انتوا قلتولنا روحوا على شركات تحويل الاموال صاح مش هني قالوا له صاح وليه مثلا كمان لقاء خدمة 550 الف ما كان يدفع المواطن وهلأ صار بدوا يدفعها هيدا اللي خصة بوزارة المالية نعم ليه طلعت بعدين يعني وعيه شو صار يعني كان فيه شركة عم تاخد وشركة لا وبعدين قال لا لازم تاخد او انه المواطنين راحوا على هالشركة وما راحوا على شركة اخرى شو صار تفضل خبر له كل هيدا الملف يعني ملف النافعة وملف هيدا قطاع قطاع تجيل السيارات كله وراه ما فيه كبير وبدليل انه ليك من تاريخيا من تاريخينا شفنا قدي فيه ناس فاتت على الحبس وقدي فيه ناس استفادت طيبا منحكي متر راجح مافيات من النافعة لا 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 مافيات فيه كتير مافيات ومعروفة يعني يعني نخد اليوم اليوم شو صار اليوم دايش اليوم مافي لوحات مافي دفاتر هادي اهيان شغلة شو انه لوحة اليوم تحطها على سيارتك او دفتر تاخده او ليه مافي كمانا دفاتر السويقة انه ليش بنا نعطي اليوم شركة خاصة شركة واحدة نعطيها نسلمها نسلمها كل كل مكونات النافعة حتى طوابع وقت انه هلق الشركة ما بدأ بقى تعمل لانه العقد انتهى كمانا هون هادي هادي العقود هادي كمانا وراها شبهة كبيرة من الفساد بس انا خليني يكمل وحدة ورا وحدة لانه كتير مهم تفضل تفضل طيب موضوع الفينيات طيب كي بك دفع اليوم المواطن 11 دولار على شغلة ما بتستعملها شو الفينية الفينيات كناية عن ورقة او شي غالية شو غالية حق الدولار سبعين سينس اللي جبك دفعوا 11 دولار وبدأ نعرف لا مين راح على 11 دولار هل هي رسومي يقولوا يا خي نحنا بدأ نعمل رسوم بس ما يحطوها ضمن ضمن اطار التشجيل ويصيروا يلاففوها او يقولوا انه هادي كمانا وراها ما احنا ما منعرف حقيقة انه هادي هادي اخديتها الشركة اذا اخديت الشركة هادي سرقة كبيرة اذا مين عبي يخدها كيف عم تنصرف ما منعرف طيب حق هذه سبعين سينس بتدفعنا فيها 11 دولار هادي مصيبة والمصيبة التانية انه عم بتدفعنا على ورقة بتلزق على السيارة وانت ما عندك مكانات لتقرأ فيها المعلومات يعني هادي فضيحة تانية وبالتالي هايب اللي عم بيسير يعني هادي حقيقة موضوع الفينيات مفروض تتوقف انا بدع اللبنانيين هلا حان باخر المقابلة لا فيك تدعيهم هلا انه ليس كتين بدع اللبنانيين ما يدفعوا يعني شغلي فيها سرقة كأنك عم تدعي لعصيان مدن يعني عصيان مدنة قليل حقيقة يعني أنا مش عم ندعي وننزلوا يكسروا النافعة وبعض انا بستغرب انه اللبنانيين هلقدي بيردين هلقدي حقيقة بدقول انه اليوم القتال ومشورة الارجيلة مشورة السوشال ميديا اي بس بدون نقابات بدون ليدر اي بس بدون نقابات لازمتون هي عم تنزل حقيقة نحنا حاضرين وحاضرين بكل الميادين يعني بما فيها انا هنحكي على موضوع على معركة النافعة النافعة بدى هايدي المغارة بدى تتسكر ما بيجوز بقى تستمر بهذا الشكل شو عم تعملوا لتسكروا انتو نقابات ام الصبي ليه ما بتتحدوا كلها النقابات مع بعضكن وبتعلوا الصوت وعلى الاقل بتعملوا شي خطوة ما لحتى تسكير باب الهدر والفساد اللي موجود بالنافعة يعني ممنت كتير الركز على النقابات خلينا نركز على الناس يعني الناس كمان عند مهمة كل لبنان اليوم لشو شغلت النقابات مش هي تقود الناس لقلك هلا يعني النقابات بهذا الموضوع عنا فيه اشكالية بموضوع النقابات اذا بدون يتحرك يعني العمال بدون يعطلوا بدنا ناخد قرار بالاضراب العام طيين زروا يتحرك بس الناس مفروض تتحرك كل واحد متضرر اليوم كل لبناني متضرر مفروض يتحرك بدي احكي عن موضوع المنصة منصة وحجز المعيد يعني انت اليوم يعني ممكن تقدر تربحي ورقة يا نصيب وما بتتسجل على المنصة عن جهد هل قدي حظك ما هي بالتقديقة بتمشي أو خمس داية انا عندي معلومات ما هيدي ما هون المافيا مش بتقول ليش نقول مافيا انه تبخي شو هالمنصة العمل ايها لمين عملها يعني لانه لا يجوا ابناء طرابلس ابناء عكارو كلهم عم بيجوا بوستات وعم بينجزوا معاملاتهم وعم بيدفعوا تم المعاملة كل معاملة مية متين دولار بقلب الناقعة اكثر من مرة علينا الصوت عندنا معلومات وكمان يعني بدي ذاكي الاصدقاء المشاهدين والمستمعيين اذا عندهم اي سؤال حول هالموضوع وبيحبوا يخبرونا شو عم بيصير اكتر واكتر على 01325555 خلوي 76611 003005 واتساب كورس 76611 001 في احد المستمعين اتصلوا قال انا دفع يعني على دفتر السواء على الالف وخمسة رحت رأدفع بدنوا يدفعوني اربع عمليين ونص مرة تانية لا احصل على الدفتر لانا دافع 8 وما كان في دفاتر سرقة سرقة طيب الغرامات كمان الموجود يعني لقاء غرامات طب ميل يعني ليه الغرامات هذه خبرية الغرامات هون طيب خدي اليوم انا اليوم عندي سيارة كنت بدي سجلها سترات سيارة بدي سجلها مش سنتين من سنة و8 شهر انا مسائبة المجابل لبنين من سنة و8 شهر الاذاعي مسكرة علايي مسكرة جوني مسكرة وديكويني طبيعي مسكرة طب يخيل اليوم انا علي غرامات غرامات وله هالغرامات طب ما انت مسكر كيب عم بتدفعني غرامات انت اليوم كمسؤول انت شبيح يا حبيبي يعني اين عم تتوجه بالكلام máquinas عم بتتوجه للحكومة اللابنية والمسؤولين من خلفها ولي عم بيقرط هادي المصاري هادا شبيح كيف انت اليوم مسكر علي ومسكر كل هاو المصالح التشجيل بدك تيجي تدفعني غرامات كيف صايرة ها معي انت عم بتشبه على لبناني بكل بساطة هادي الخبرية خدي غرامات شو اسمه اليوم ده عم بدفع غرامات طبع التأخير نزلها بشهر ستة عم بدفع عن الاشهر الباقيين للستة اللي ورا لوك يا حبيبي ما انت مبارح نزلت الجداول مبارح مبارح كيف بك دفعني لورا يعني مسألة التشبيح هيك مش حق على المسؤول حق على كل لبناني عم بيرضى انه هيدا المسؤول اللابس بدلة لقعد وقر بخلف المكتب تواكيو عم بيشبح عليه وعم بيفنس عليه حق على كل لبناني ما ينتفد يعني حق عليهم اذا حيضلوا النيمين هيك حق مش بقى حيوصلوا عبيوتهم حقيقة يعني اذا اليوم اللبناني ما تحرك ما انتفد ما انتفد لقرابته يا عمي اذا بدك تنزل انت اليوم بتتساجل السيارة او بدك تنزل تعملي معاملة اذا ما بتتبهدلي واذا بيقدر يجيك اذا اجيك دور اذا ما دفعته اذا ما دفعته اذا ما دفعته اجيك دور تقعد ثلاث اربعة ايام بتتقدر تساجل السيارة وبالتالي حقيقة مغارة يعني هول كلهم هاي المافيات هاي دي كلها المطربصة بهذا القطاع حقيقة مفروض ينضربوا مرة واحدة واللبنانيين معنيين اليوم بهيدا الانتفاضة عم تدعي الانتفاضة من على منبر صوت لبنان مرون الخولي من استقبل اتصال مين معي علو تفضل صباح الخير صباح النور بس بدي بالنسبة للتسجيل ومالتسجيل انتو عم تحكوا بشي لحتقلكم كيف السرقة بكتير السرقة انا عامل وكالي بسيارة بدي سجلها من شهر 8 لـ 2023 وسكرت النافعة هلا رحت لسجيلها بدو ياخد مني بس اجار ايدو 300 دولار وبدو ياخد مني على كل اسبوع مليون ليرة ليه يعني هو بيعطيك وصل لقاءة اللي بدو ياخدهم منك بالنسبة للمليون ليرة كل اسبوع كل اسبوع تخير يعني انا يعني انا بس هني مسكرين انت شو زنبك ايه انا عم بتوجه لوزير الداخلية لوزير المالية للوزراء المعنيين للنواب لرئيس الحكومة انه اللي عم بيصير بالنفعة ما عم بيصير باي مكان اخر يعني سرقة على عينك يا تاشر هايدي بالضبط هايدي اسمه وزير الداخلية الهو قاضي انا بشارط انه هو ما معه خامس ابتدائي لحتى يحط علي غرامي انا كل اسبوع مليون ليرة باي حق باي شرع باي دولة هلأ الغرامات عند وزير الداخلية ولا عند وزير المالية هلأ طلع لنا الخمسمية وخمسين الف وزير المالية عند الحكومة 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 طيب على كل حال انا بشك كمان اتصال اخر مين معي خلو صباح بي اهلا انا صار معي شغلي احلى بدي طلع شي بدل عن ضائع يعني بدل عن ضائع بس لما نعطيتم ايها اكلف معي دقيقة دقيقة طلع لي ايها بدل عن ضائع اه قبل كان بده واحد بقلب النافعة اجرت ايده بيتان وخمسين دولار ليطلع لي ايها يعني هيدا شو يعني برطيل بسموه اه اه يعني بتعرفي شو قفت الف بنص النافعة قالت الله يرحم ايامك يا هودا سلوم ايام هودا سلوم كنا نتطع خمسين دولار دا تقطع معاملتنا يعني هلأ الدرك المستلمينة يمكن الرائد عيد قاعد جوا بمكتب ومعارف شو عم بسير واذا بتطلعوا بالمقابلة بالتقرير اللي حطوا الانتي فيه تقريبا منش خمسة عشر يوم وكانوا على باب كانت الصورة بالضبط على باب لوحات العمومية السيارات العمومية والمطيير اللي بيّن حامل الوراق والملفات هو شوفير والرابعي يعني هو قاعد جوا ما عارف بره شو عم بسير هو شوفير طيب شو قاعدوا الشغل بيحبين الملفات وبيمروا معاني شي ما هنلي صاروا هنلي صاروا معاقبين المعاملات اللي بالاسعار العالية واذا كنتي أباباي يعني اذا حظك حلو خد موعد على المنصة اي 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 معك حامل انا اجتني معلومات من النف على برنامج نقطة على سطر المعاقبين المعاملات اللي عندهم يعني بطاقة بها الخصوص ما عم بيشتغلوا عم بيشتغلوا سماسرة سوريين وفلسطينيين هيدا المعلومات يعني تصلوا فينا وقالوا لنا هيدا اللي عم بيصير وناس عم تشتغل يعني كل القوى الأمنية عم بيصيروا كمان هوني كأنسة ماثرة هيدا معلومات عم بيشتغلوا سماسرة عم بيشتغلوا سماسرة بالزبط ويروحوا يعني يعاملوا مثل هيدا مرة ايمن زيدان عمل يوميات مدير عام يروحشوا واحد لابس مدنة ويتفرقشوا عم بيصير جوا اذا بدني اذا يعني اذا هن بوزارة الداخلية بدني يعملوا انه هن بدني يكمشوا مت ما بقولوا شكرا لألك مارون خولي هل غرقة قوى الأمن بيوحول النافعة بالحقيقة ما قالهم شغل قوى الأمن بموضوع النافعة حقيقة مفروض قوى الأمن يعني يجيبوا ناس متطوعين وهن يرقبون مش هن يشتغلوا يعني ما بعرف يعني صايرة القصة هاجين هاجين وهذا الهاجين ما بيمشي الحال يعني اول يوم هيدا هيئة ادارة السارح اللي هو ويخصصوا هيدا القطاع وبنعرف ساعتها اليوم هاي سيارة تشجيلها مثلا تصور اليوم انت ما بتعرفي عاملين عصيرة المنصة طيب خيال المنصة اليوم انا بديعي الاخبار للنياب العامة صار كذا اخبار مقدم لا موضوع المنصة غير اخبار بس ما حدا تحرم هلا هلا هنحكي موضوع القضاء طيب اخبار للنياب العامة انه يفتحوا تحيق موضوع المنصة شوها المنصة كيف هادي المين معمولة طيب اكتر من هيك اليوم التأخير اللي صار كي بدو يحلوه يعني ازا هي ازا النافع اليوم عم تشغل تلاتين بالمية من قدرتها طيب معنا سنتين لورة اخير طيب كي بدو كي بدو تحلو هالامور كلها سوا انا برأيي هايدي كل هايدي المقاربة موضوع النافع وتجيل السيارات كله بدو اعادة تشغل عن جديد يعني مش انه خلينا هيك لزق وبزق على اللبنانة بدى هايدي بكل بساطة اليوم بدى مكناني المكناني كي بدكون ما يدقوا فيها جماعة النافع بدى قرار سياسة هنه اموال على ظهر الناس ايه قرار سياسة بتوقف المافيا ما بوضح حدا يستفيد هايدي مشكلتك هايدي المشكلة اللي عم نحكي علىها شرير بجي ضلوا ينزلوا الناس ويبادلوا اللبنانيين حلول موجودة تضل هالمافيا عايشة وعم تستاف وعم بتمص دم هالمعطرينه في معاملات عم بتضيع مارون الخولة داخل عم لك فوضى فوضى ما هي مغارة ما المغارة بتضيع فيها بدي اقول مثلا خدي خدي مسألة اقفال مركز الازاع طيب يا خي هدا شو اللي امتين طيب ما في حل له اليوم ازا انت اليوم سياتك بسجل بالازاع صالوا سنة وطمئنة شهور ما عنده حل ما قالوا حل هذا ما في بدهم مبنى هل قد ما في مباني بكل لبنان صاحب المبنى قال ما بده يأجر بدهم يروح ينقع مبنى جديد قد بدها الخبرية دي يعني في عنا يعني في مئات المباني اليوم بلبنان فاضية لا 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 الدولة يعني حقيقة القصة كلها مصخرة بمصخرة بده يقول مقاربة هول المعطرين حول مسألة الدراجات النارية حقيقة انو بوجعولي قلبة الدراجات النارية لا لا مش هتقدي يوجعولي قلبك في هاك وفي هاك لا 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 ما عم بيحكي عن المقاربة انت عم تحكي عن فضائح النفعة كيف تتحول حجز الدراجات الى مصدر غنى للبعض اكيد ما كله مصدر غنى ما انت اليوم اللي مصيبتك اليوم هي فايدة لهذا المخيوز بأي قطاع بالدولة هي المصيب اليوم عم نحكي على موضوع قصة الدراجات النارية بس في اتصال خلينا ناخده ورح نحكي عن دراجات مين معي الو اهلا و سهلا فيك تفضل ضيفك عم بيطالب بعصيان مدني طب اوك طب ليش ما كله النقابات بتبتحت كله النقابات طرحنا سوا عن جد بنعمل مدني وما حدا يدفع لها ميكانيك لانه عن جد ظلم هي دا ظلم ظلم بحق المواطن نعم طب يلي قلو تلت سنين واربع سنين مش دافع ميكانيك طب ما انتم متل ما حضرتك عم تتفضلي ما انتم يعني نحكي كلمة انتم اللي مسكرين شو زنب المواطن عم بتدفع الغرامات الدات واربع مرات وانا من خلال من خلال من خلال ازاعتك الكريمة وانا بتحمل مصولية تلامي انا بطلب من وزير الداخلية يروح يلبس تلنورة لانه في ناس انت مانك زلمي لو انك زلمي ولو انك ابا ضاي ولو انك عن جد بتخاف على مصطحة شعبك ما بتزل المواطن هيك نعم اذا طبعا الكلام انت بتتحمل مصوليته انا بدي اشكرك اهلا و سهلا فيك الناس موجوعة شاهد الناس موجوعة يعني اليوم انا حقيقة نحنا حندها نحنا عنا عنا تحرك كبير هيكون بس لازم تتفقوا من بعضكم النقابات لا قللك ما بنفوت بموضوع النقابات نحنا مشكلة النقابات لو عنا نقابات متل ما لازم ما كان المواطن عم ينزل وفي نقابات عليا هيمنة حزبية يعني حتى ما نفوت ناس ما بهمة ناس بهمة اليوم هي بهمة اليوم نتحرك اليوم بهمة وندعي اليوم الناس بهمة العنوان شو العنوان يا خيه اليوم اذا هادي المغارة بدنا نسكره ومفروض تسكر نحنا حقيقة راحين بهذا الاتجاه ما حنرضى بقى انه هادي مسألة الازلال من بعد ما صار فيه ثورة طويلة عريضة باللبنان يعني ما حدا ننسي الثورة في مليونان اللبناني نزل على الشارع ضد الفساد ضد منظومة السلطة هولن نزلوا عالطريق مش ما حدا ما حدا ننسي واللبنان يمكن شو بسموها ثورة لا اكيد ثورة اكتر من ثورة شو باتوك عم خلينا نحكي هلأ بالانتفاضة الشعبية يعني الانتفاضة الشعبية اليوم مطلوبة بقى الكطاع اذا اليوم اذا هيدا القطاع اليوم عم بيزل اللبنانيين وعم بيسرقهم بالقونة او باي طريقة اللي كان عم بيزل اللبناني وعم بيسرقهم اي ومعمالية عم بضيع وعم بيدفوق يفترض على البيان بطاع جديد نخلق لها قيلية جديدة ما بقى يسرقوا من خلالها يعني اذا اليوم انت ما بدك تأملني نقل عام مشترك وانا مجبور سقصيات مش انه تجي تسرق انه بدأت تسرقنا على البور عم نكرر اللي عم بينال فيه اخبارات يعني اليوم فيه قضاء ما تحرك لا لا مش بسر الاخبارات بتكون فيه تغيير يعني اليوم ما فيه بالعالم اللبنانيين مدعوين يعني للتغيير يعني اليوم اللي نزلوا ب17 تشتريين معنيين يروا ينزلوا عن جديد اللبناني عنده القدرة انه يحرك وعنده القدرة انه يغير يعني اللي انا عم بقوله حول مسألة النافعة انه يفترض اليوم تكون كل هايدي المقاربة كلها غلط بغلط وقت تروح اليوم تسجد سيارتك عند كاتب العدل وقت تعمل طريقة البيع هايدي خلصت مفروض تنتهي هون يعني سجدت سيارتك هلقدي بده كل المعاملات بتنزل على النافعة النافعة بعد جمعتين بيبعطوله لا ده ما بده يروح ما هي مسجل السيارة ليش انت عم بتبهدله كل مرة وتمرقه وتريع تقلله بعدها ليش عم تقوم بتمره اكم مرة اليوم فيه سيارات اندفع حقها بلبنان شي عشر مرات زيادة شو قصة هايدي التشجيلة خيب كلمة كلمة مجيب سيارة طيب عم تسرقنا رسوم معين بوقت انه انت فيه اتفاقيات ان كان مع الاوروبيين او مع الامريكان انه ما بتاخد ما بتاخد جمارك غير بحضود معين اثنين وثلاثة بمية طيب اللي عم بيصير انه خي عم تسرقنا بالبورتا بمنيح طيب لا عم تاخد تشجيل كل ما بدك تبيع السيارة وتصير سيارة كمين بتدفع تشجيل على بتدفع الفان وثلاثة واربع حسب حسب قيمة السيارة عم نحكي بالمعدل الصغير للناس المعطرين السرقة عدد وماشي يبدنا نواجهها اذا بدنا نقرأ لاذا بدك اذا سيارة مسجل اليوم لاذا بدك تتمرأ على النافعة وبتعمل هادي البرمي هادي البروكراطية هادي بيروكراطية السرقة لاذا بدك تعملها ليخي عندك كاتب العدل بيتم البايع وبيصير النقل الملكي الكاتب العدل بينقل كل المعاملات على النافعة من خلال منصة الالكترونية وهل منصة الإلكترونية اللي هي اليوم عشاء غالي يعني من خلال بعد 15 يوم تاخد الدفتر هيدي هالقدت ما بده كتير هي ما بده يعني هن ما عندهن أفكار لحلول أم لأنه فيه تنفعات يعني اليوم ما بدهن يتخلوا عنها تايد تا ما يتخلوا عنه بدهن يكلوا ضربة يعني إذا ما أكلوا ضربة المسؤولين على رأسهم وعملنا تغيير بقطاع ورا قطاع حنظلنا ننسره حنظلنا خوريف العين رح يضلوا يطلعوا لهو رح ضلنا نحكي عن نافع رح نضلنا نحكي عن نافع لا لا ما حنظلنا نحكي أنا بوعدك ما حنظلنا نحكي لأنه حقيقة حكينا كتير يفترض أنه هلأ عن جد فيه كتير اتصالات وكتير إجولة عنا على مقار الاتحاد هاي دي المسألة كلهم مستدين وبيعطاعد كتير من اللبنانيين وقتا نعمل الدعوة لتغيير هيدا الواقع حقيقتا هسير فيه تغيير هنعطي فرصة نحنا من هون تقريبا لشي 15 يوم أو 20 يوم في حال حقيقتا مصر فيه تغيير جزري إن كان مع رئيس الحكومة أو مع الوزراء المعنيين بهذا الملف نحنا رح ينحن نحن كان لبنانيين نحنا حنسمح لنفسنا أنه هاي دي المغارة نسكرة نقطة على السطر نستقبل الاتصال مين معي مواطن لبناني بس بدي عقب علي قاله ضيفك الكريم أنه نحن خوريف فعلا نحن خوريف أخذو لنا مصرياتنا بالبانك وسكتنا عم بيهنونا ويبهدلونا بالنافعة بكل الدوائر الرسمية أو ما رح نوصل لنتيجة لأنه نحن خوريف يا للعسف شكرا لكم أهلا وسهلا فيك نحن ما بدنا نكون خوريف ولا بقى بدنا نحكي عن النافعة اليوم احتل لبناني المرتبة 142 بقائمة مؤشر السعادة اللي بتصدر الأمم المتحدة وشمل هالسنة مئة وثلاثين مئة وثلاثة واربعين دولة فنحن بالمئة وثنين واربعين بعتقد العلاقة النفعة بعتقد العلاقة يا معالي وزير الداخلية النفعة أكيد أكيد بدي أقول لك مثلا مسألت الرسوم عن جد بضحكوني مسألت الرسوم اليوم حضرتك اليوم بديك تدفعي الرسوم بديك لو تسجل السيارة تدفع الرسوم طب يا حبيبي حط لي إياها بدي أعرف أنا أدي إذا بقشر السيارة اليوم حق عشر تلاف أدي رسومة هايدي يبلغ تيجي تفجئني بخمس تلاف وست تلاف وسبعة تلاف شو أدي بده ما هي عندك يا حط على التابلول المنصة موجودة يبلغ شو هايدي قصة هالسرقة أدي بعرف قدامي زيني تقول لك ليش عم تلعبوا مع الناس هايك ليش عم تلعبوا مع الناس هايك ليش عم تلعبوا هايدي طب هني عم يلعبوا والقضاء ساكت قضاء مشكلة كبيرة يعني عدد من الأخبارات قدموا فيها على كل مفصل من مفاصل الفساد بالنفع حقيقة بلبنان عن جد مشكلة القضاء صارت مشكلة كبيرة في كتير عنا قضاء تجيدين ومهمين ونرفع الراس فيهم ولكن قضاء كمؤسسة كلهم معطلة يعني مؤسسة كاملة معطلة خذ مسألة الموضعين كان حدا من الدوف عم بيعكي على قصة على قصة الأموال الموضعين طيب عنا قوانين في قضاء طلع قوانين وأحده قرارات بموضوع حسب قانون النقد والتسليف شو بيقول قانون لك البنك اللي ما بيعطيكي مصاري هذا مفلس وبالتالي بيطلوا قرار قاضية طلعت يعني وقالت مصرياتكم راحوا يا لبنانية وأنتوا بعدكم ما تحركتوا يعني مش بس قصة النافعة وقصة أموال مديعين وتحقيقات المرفع كلها أمور يعني إذا بتلاحظي عنا مشكلة باللبنان صار يعني اللبنان اليوم سكوت اللبنان اليوم هو المشكلة الأساسية يا خي هذا المسؤول وتيشوف واحد أنه بيدربوا وبيسرقوا بينهبوا وبعده ساكت حقيقة يعني القصة مرتاح فيه طيب خذي موضوع النافعة طيب نحن عنا 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 128 يمفروض يتحركوا يمفروض يصير فيه يمفروض هايدي يعني هاي عملوا يستدعون على لجلة الاقتصاد والتجارة لا لا طب هايدي الاستدعاء نخلصنا عملوا هايدي صار مثل الروتين أنه مستدعيون ومناعرف بييجي الوزير بيحكي بيجي الموضيل العام بيحكي عملوا لجلة تقصي الحقائق صار يبعطوا وراه ما حدا يجي اه كمانا ما كمانا ما هو البرلمان كمان بيباهدلو كمانا ما هلني كمانا ما هي السلطة مجلس النواب لجلة تقصي الحقائر هاي عم نبعط وراه ما حدا عن يجي يعني حقيقة أنا هون كمانا بدي اسمحنا نفسي ادعي في كتير من النواب كمانا نحن بيكبر قلبنا فيهم معنيين ومدعوين اليوم طيب يتحركوا بملف النافعة لأنه عم نحكي هلا عن نافعة هي كل الملفات مفتوحة معنيين أنه يوم هيدا الملف حقيقة نسكروا عيب والله عيب نصلنا يعني نصلنا عشرين تلتين سنة طيب قضاء ما عم بيتحرك نواب يعني طلع عم بيطلعوا يقولوا نحنا عاجزين يعني عم بيبعت وراه اللجلة تقصي الحقائر من نوع شو عملت لهلأ بموضوع النافعة عم بيبعتوا وراه المعنيين بموضوع النافعة وما عم بيصير شي وما في شي كل ماله الفساد مستشفى بالنافعة يعني شو عم بتقولي ست نوال عم بتقولي أنه عم بتقولي للشعب اللبناني حبيبي ما قالك غير طريقه واحدة وهي وهي نزال انطفد عمو الثورة وكسر هيدا هول المافيات ضرب هالمافيات وسقط هيدا النظام وهيدا المنظومة الفساد وخلص نفسك ونقطع السطر على كل حال نحنا موضوع النافعة أكتر من مرة فتحنا هالملف وحكينا فيه بس لهلأ ما تغير شي بالنافعة بعد الأمور مثل ما هي وعلى أكتر فساد مستشري وعلى عينك يا تاجر يا معالي وزيرة داخلية مرة ومرة كل مرة منقلك يعني اليوم وعطنا بالإصلاح وين صار الإصلاح بالنافعة بدنا نحكي عن شركات تحويل الأموال بس لأن ما عنا وقت كتير تفضل أنا بدي أحكي أنه اليوم مثلا خدي مثلا عملوا عقود مع شركات تحويل الأموال كمان ما حكي عن حقيقة إدارة السير هيدا أنا دايما أقول شو عم بيصير بيناتهم يبعطون كلهم على الحبس هيدا بس عملوا عقود كل شركة بتاخد هادي بتاخد 200 هادي بتاخد 300 هادي بتاخد 400 بوقت أنه هي العقود بـ 20 و30 ألف يعني حقيقة فساد فلتان فلتان على كل الناس شي وهذا بيقلك بحطلك بيتحججلك وعن بصور لك ورقة بياخد منه حق الورقة 500 ألف يعني أخبار بتوقف شعر توقف شعر البدن فالمطلوب من المواطنين يتحركوا يسكروا مطلوب المواطنين حقيقة ينتظروا دعوتنا خلينا نمشي قطاع بقطاع طالما هذا القطاع وراء علامات استفهام من الزل ومن البهدل ومن الفوضى خلينا نحنا ناخد بإيدنا طالما ما في مسؤولين طالما ما حدا ما حدا عم ينتبه لنا خلينا نحنا ننزل على هذا القطاع وننزل على هذه المصالح حقيقة نحنا ناخد حقنا بإيدنا شكرا لأيلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مرون الخولي أهلو سهلا فيك فاصل ونطابع عن كازينو لبنان مع مدير عام الكازينو رولان خوري أصدقائي المشاهدين والمستمعين منتابعنا نحن وياكم نقطع السطر عبر إذاعة صوت لبنان لنفتح ملف الكازينو والإقمار أونلاين ما له وما عليه وليش ما تسكرت كاكين لهلأ يعني بعده كله موجود رغم تصريحات كل المسؤولين وشو عم بينعمل لحتى نسكر كاكين ونرفض خزينة الدولة اليوم بالأموال يعني اليوم عم نفتش عن الأموال من جيوب المواطن مع أنه عنا مصادر أموال منه نعبر القمار أونلاين اللي هو طبعا مقتص فيه كازينو لبنان وعنده الحصرية هلأ بنحكي كيف وليش فإذن ليش لهلأ كمان ما تسكرت كاكين غيرها وشو التدعيات اللي عم بيصير اليوم نتيجة عدم تسكير كاكين وشركات اليوم القمار أونلاين الغير الملخصة واللي هي حكينا عنها دكاني خلينا نرحب بضيفنا مدير عام كازينو لبنان رولانخوري أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير يعني فراغ تشريعي مستمر بانتهاء ولاية رأي الجمهورية ملفات مرحلة عم تمرق فيها وكلها كمان من قبل المواطن ومن قبل الحكومة اللي عم تفقد كتير من صلاحياتها اليوم توافقت لجنة حقوق الإنسان وتكنولوجيا المعلومات مع دوان محاسبة عن أنه تتصدى للمخاطر الاجتماعية والمالية الناتجة عن الانفتاح اللي بتوفره التكنولوجيا ليش عم بحكي عن هالكلام؟ كله موجه إلى عالم المقامرة اللي عم بتصير واللي لازم يبدأ بيستنلق ونين اللي هلأ منا موجودة بتوافق على هالكلام رولانخوري؟ أكيد فيه ناقص تشريعي بلبنان بخصوص الانترنت كله نعم مش بس الانترنت واحدة منهم البتنج اونلاين المقامرة عبر الانترنت بقلب البلد ما فيه تشريع وبتعرفة نحنا بفراغ كتير كبير وبنتمنى يصير فيه تشريع بس دوان المحاسبة لما عطى رأيه بالملف بيقول أنه كازينو لبنان هو صاحب الحق عطاكن الحصرية لألكم صحيح وأنه هو صاحب حق بهذا الموضوع وأنه لازم يصير فيه له تشريع بالمجلس النية بهذا الموضوع نعم استطلعت يعني محاولات يعني رئيس لجلة تكنولوجيا نيابية يعني حكي عن التشريع وعن اقتراح قانون بس حضرتك ما كنت متجواب مع وليه لا بالعكس بالعكس العلاقة ممتازة نحنا ورئيس لجلة نحنا مش عم نحكي عن الشخصي عم نحكي عن اقتراح القانون عم نحكي العلاقة بموضوع اقتراح القانون نعم ما عم نحكي بالشخصي بالعكس متفاهمين على هذا الموضوع وكلنا عارفين انه اذا اليوم بدنا نسكر هذا الموضوع على الاخر ونمنعه رح يسكر كازينو لبنان لانه هو الشرعي وهو الوحيد المرخص ورح تبقى كل هيدا البلاتفورمات اللي عم تشتغيل موجودة بلبنان لانه نحنا مع كل الافار اللي عم نعمله كل هالضغط اللي عم نحطه من خلال السياسي ومن خلال الامن ومن خلال القضاء بعده لحد اليوم ما عم نقدر نطبط السوق 100% كل يوم بيفتح دكاني وكل يوم بيفتح واب سايت جديد فهيدا الموضوع بده تشريع وبده مواكب قضائية امنية معنا لنقدر نسكر هيدا ليش ما مرأ هيدا الاقتراح قانون للقمار اونلاين يعني ليش ما مرأ هل لانه بطال الشرعي وغير الشرعي يعني نوقف بوجه ليش ما مرأ هو لانه ما انه معجل مكرر بظن نعم لأ انا عرفت انه معجل مقرر اي بس انه ما بظن هيدا انا صراحة بقوينين مجلس نواب ما كتير بفهم اي بس انا عبدي اقول لك انه لو مرأ هالقانون اللي حند عم نحكي عنه بيتشريع المقامرة مش هيك صحيح هل كان سكرت كاكين اي ولا لا بالعكس كان سكر كازينو لبنان وضالوا كاكين مفتوحين طيب شو التدعيات اليوم نتيجة وجودة كاكين اللي عم نحكي عنها يعني اليوم اذا ما نحكي اجتماعيات هالتكاكين موجودة شو عم بيصير بالواقع على الارض وطبعا عندك معلومات بهالإطار ليكي خلينا ناخد الموضوع كامل معطياته اول شي هيدا الملف ما عمره سنتين هيدا الملف عمره 15 سنة هيدا كاكين موجودة من 15 سنة عم نحكي من ال2008 مثلا على القليلة من ال2010 نعم السبورتس باتينج والمكامرة على الويبسايتات الغير شرعية ما نفتح هيدا الموضوع جديا بالبلد إلا لما اجا لبنان اجا لما اجا كازينو لبنان لينظم هيدا المشروع ويفوت مال على الدولة ومال للكازينو لبنان لما بلشنا نحنا بتشريعه وضبط هيدا سوق السوداء قامت لقيامة وما عادت قاعدات فنحنا ليش من مين هاي الاقيامة اللي بتقوم يعني ما اليوم عم نحصل أموال للدولة والخزينة يعني كمان عم نحكي عن مافيات بهالإطار استاذ رولان أكيد البلد كله ملايين مافيات وانت بتعرف ايضا الموضوع ووحدة من المافيات الكبيرة بالبلد هي مافيات الانترنت غير الشرعي ومنهم البتنج أونلاين بس نحنا في جيل شباب عم ينتزع فيه إدمان فيه مخدرات فيه ضرب للمجتمع لأنه هالشي اللي عم بيصير عم بينتشر بين الشباب صحيح يعني له تدعيات اجتماعية كتير خطيرة ولهلأ ما حدا عم بتحرك مشين هيك كازينو لبنان عم بيقول اللعب تحت منصة كازينو لبنان هو حماية للمجتمع كله وحماية لكل هيدا الجيل لأنه نحنا بكازينو لبنان مافي حدا يلعب عمره تحت الواحدة وعشرين سنة مافي حدا يلعب مايكون حاطت تذكرته ومصور حدا أنه هو عم بيلعب ماذا فعالي لقوانيين نحنا عنا مية بالمية نحنا عنا مية بالمية بتعرفة ممنوع الدان على المنصة ممنوع حدا يلعب مايكون لقله يعني نحنا ضابطين هذا الموضوع بكازينو برات الكازينو تكاكين برات الكازينو تكاكين وما بينعرف مين عم بيلعب ومين مش عم بيلعب طيب أو جيرو أو وزارة الاتصالات قادرين يوقفوا المواقع الالكترونية وإذاها صحيحة الشيء ليش ما بيوقفوها نحنا توصلنا مبارح مع وزير الاتصالات على يبدو أنه مش قادر اليوم يحكي بهالموضوع برأيك رولانخوري هن قادرين يسكروا تكاكين هن قادرين بحد معين لأنه بتعرفي هيدا انترنت بيفتح الVPN بيفتح سايتات برات لبنان يعني الموضوع منه بهيدا البساطة وهن مشكورين عم بيساعدوا بهيدا الموضوع وصرنا مسكرين فوق العشرات من هيدا تكاكين بس بتعرفي هيدولي مافيا بس هني عم ينقال انه تكاكين اللي عم بتسكر يعني منا فعالة قد ما موجودت كاكين فعالة على الأرض لكن بآخر عشر تيام لأنه فيه مافيات وفيه محسوبيات وفيه طغطيات سياسية يعني عنا معلومات بهالإطار لكن تنعطي كل الناس حقه من عشر تيام لهلأ الفعالية زادت فوق السبعين والثمانين بالمية نحنا اليوم بوضع أحسن بكتير من اللي كنا فيه من سنة وبتعرفي هيدا موضوع جديد بلبنان موضوع جديد لتنظيمه وموضوع جديد لمحاربته فالأمور عم تاخد وقت يمكن بس أكيد عم نمشي لقدام والوضع أحسن بكتير من اللي كان عليه اليوم قديش اليوم سوق المؤامرة بالسوق السوداء بتحرم الخزينة يعني عم نقرأ كأنه عم ينقال 75% من حجم أنشيطتها الإلكترونية عم تروح لجيوبة مش على خزينة الدولة صحيح نحنا بآخر أيار كنا نقلقتين من السوق 20% و80% بعده مع السوق السوداء وهيدي عم تحرم الدولة أكيد ملوين الدولارات وإذا منحسبهم من سنة 2010 إلى 2024 يمكن صارت محرومة خزينة الدولة أكتر من 500 مليون دولار نعم مال العام صحيح طيب وين صارت هالدعاوة رفعتها ما رفعتها شو جابت نتيجة نحنا عم نشتغل مع مكتب الإقمار لمداهمة هيد المحلات عنا إشارة مفتوحة من المدعي العام عم نقدم شكاوة مكتب مقاطعة الإقمار عم بداهم صرنا مسكرين كزا محل بهيدا الخصوص ونحنا هلأ بصدد من واحد حزيران كل واحد مسكر رح نقوم دعاوة علي بعد الشكاوة اللي نحنا عم نعملها نحن وياهون ورح نفوت عليهم يعني دعاوة بعدها ما صارت هلأ هلأ شكاوة شكاوة وعم نعليجها وعم نعليجها نعم عم قليك من عشرة أيام لهلأ الوضع تحصن 70% لأنه آخر شي في حق بمحل معين وفي حق الناس ما بتقدر والكوى الأمنية والقضاء ما بيقدر ما يتحرك معنا ومشكور هم يتحرك معنا هلأ ما بدنا نشكر هلأ بتعرفي لأنه واجبيت واقل من واجبيت كل الناس واجبيتها تشتغل ما نقل له ممنونينك بس يعني قصدي واجبيتهم أنه كانوا يسكروها من زمان مش من هلأ ما عم نحكي من 15 سنة موجودة بس بدي أقولك شي لما بتفتحي ملف و حدا بيتجاوب وحدا بيتجاوب ما بدنا نقل له شكرا يعني المؤامرة عم نحكي عنها غير الشرعية إلى أكتر من 15 سنة وما عم نقدر نسكرها لهلأ لأنه استاذ رولاما أنا معلومات في جهات نافذة بالدولة اللبنانية هي عم تحميها شو رح تقدروا تعملوا معها هل رح تأثر فيها الدعاوة ولا رح تنوضع بالجورير لكن إحنا علينا نعمل شغلنا آخر شي نحنا منى الدولة بس نحنا رح نكفي بالملف للأخير وأنا بتمنى أنه رح نقدر نربح لأنه ما في حق ما في حدا يقدر يربع على الحق وآخر شي عم نحمي المجتمع عم نحمي خزينة الدولة وعم نحمي كازينة لبنان اللي هيدا هو الحق الحصري لإله بألعاب الميسر بلبنان نعم اليوم يعني هل إذا وجد التشريع وجدة الإرادة السياسية نحنا منقدر يعني نخلص من المقامرة غير الشرعية يعني اليوم التشريع ضروري مطلوب من مين اليوم يوضع مشروع قانون أو اقتراح قانون لضبط هالشي المشكلة بدنا قرار في تشريع أو ما في تشريع بدنا قرار لما بيجي القرار السياسي بتوقيف كل هيدا المينصات كل الناس بتقدر توقف وبتبطل تلعب غير شرعي المشكل باللبنان هو مش بالإقوانين المشكل باللبنان مش بالصيغ اللي من لقيها المشكل باللبنان أنه ما في قرار بعدة مطاريح بس أنا خليني أرجع كون إيجابة نحن بآخر عشر تيام لمسنا تجاوب كتير كبير من السلطة القضائية ومن السلطة الأمنية لمواجهة هيدا المافيات نعم اليوم بيدوين تقرير المحاسبة اللي أصدروا بتشرين الأول سنة الماضية قال أنه القطاع متميز ومستقل عن القمار داخل الكازينوات الأمنين والخاصة وترخيص المسائلة وكل دولة عندها خيار تشرع ولا لا شو تعليقك على هالكلام إيه هيدا أنت موافق عليه ليه أنتو مميزين عن ديوين المحاسبة لكازينو لبنان أعطاكن حق الحصرية لكازينو لبنان يعني قال كلمته أنتو لا بتخضعوا لا للشراء العام ولا المرائبة يعني مين بيرائب كازينو لبنان رولان خوة أول شي نحنا علاقتنا بديوين المحاسبة علاقة صارت تعرفنا على ديوين المحاسبة من الوقت ما طرب رئيس الحكومة يعطي رأيه ديوين نحنا ما منعرف قبل لحدا بديوين المحاسبة تاني شي ديوين المحاسبة هو عطى رأيه الأنوني بهذا الموضوع نعم أول شي كازينو لبنان ماضي كونترا مع الدولة اللبنانية بسنة الستة وتسعين أنه هو صاحب الحق الحصرية لألعاب الميسر بلبنان وصار تعديل على المشروع على الكنترا نحنا والدولة بسنة الالفين وثمانية وأدخل ألعاب لسبورتس باتينج والباتينج أونلاين ضمن هيدا الحصرية هيدا كل القصة ونحنا كمان لازم تعرف ستنا أنه الكازينو هو شركة خاصة بيملكوه مساهمين ديوان المحسبة لما قال أنه نحنا لا نحضر بس أنتو يعني في جزء من الأموال بيتحول إلى الدولة اللبنانية كمان في أموال عامة مشان هيك نحنا عنا مرئبين وزارة المال الموجودين كل ليلة بالصلاة واللي ما بتتسكر سندي الكازينو غير مرئبين وزارة المال يكونوا موجودين هيدا كمان يؤخذ عليكم أحد المستمعين التصل فيه اللي سأليه يعني كيف مو رأي بي وزارة المال موجودين على طول بالكازينو يعني مفتكر كأنهم هني عم بيشغله كمان عم بيشتغله وعم بيلعبوا مكانات أمني فقط للمراقبة لا هني موجودين تاريخيا بالكازينو لبنان كل ليلة في مندوبين لقلون بالصلاة من وقتها ما تفتح لوقتها ما تسكر وبيسكروا لسنديق نحنا وياهون ومنطلع النتيج كل ليلة لا حقيقة حرام يعني انتما نظلمون لأنه مع كل الظروف اللي عم بيقطعوا فيها كانوا موجودين على طول ولا مرة صاروا عنها مشكلة نحنا وياهون نعم اليوم عم بيناقل صحيح عندك معلومات عن 600 موقع إلكتروني غير الشرعي تم حجبة واللي باقي أكتر كمان من 600 يعني عندك معلومات بها الإطارة لكي عندنا معلومات تقلق شو اللي عم بيصير هني المواعع أكيد ما كانوا 600 هني كانوا المواعع أقل من هيك بكتير ليش نحكي عن 600 موقع؟ لأنه كل ما نحجبنا موقع بغيروا حرف بالويب سايت طبعا وبيرجعوا يفتحوا يعني كأن ما سكرنا شيء كأنه ما رجعنا سكرنا يعني نحنا عم نتعبون بس عم برجع أقول ومصر عليها أنه نحنا اليوم وضعنا أحسن بكتير من قبل وسكرنا تقريبا شي 70% من هيدا الويب سايت ليش بأحد المقابلات حكيت عن تقاعص الأجهزة الأمنية بسبب يعني الغطاء الأمني والسياسي لبعض المشغلين بغير الشرعيين بعدك عند كلامك ولا اللي صار تغير؟ لا أنا من شهرين هيدا الكلام حكيني كان فيه تقاعص ببعض المحلات اليوم عم برجع أقول التجاوب ممتاز عم بيعملوا المستحيل للمساعدتنا بهيدا الملف ونحنا لحد اليوم بلشنا نرضى على المسار اللي عم بتيت تاخد نعم كنت مرأت سؤال قالوا قلت إنه كازينو لبنان مين بيراقبوا؟ يعني اليوم أنتوا ما بتخدعوا لقانون الشراء العام شك؟ صحيح ما بتخدعوا أكيد ليش الإدارة كازينو لبنان بتخدع لقانون الشراء العام؟ لأنه اللي عم بيقلك نحنا كازينو لبنان هو شركة خاصة بس تحويل أموال عامة للدولة تحويل أموال مش بالشراء نحنا لما مندفع ضرائب كازينو لبنان نحنا اليوم لما مندفع ضرائب كازينو لبنان مين بيدفع ما مندفع على الأرباح مندفع على المدخيل فلما بيصير فيه مدخول بالكازينو بيدفع للدولة أنا بدي بسط لك الأمور نعم بس تبسط لك الأمور فطر إذا نحنا طالع عبالنا نجيب على كازينو لبنان رغب علامة ولا إليسة شراء العام هو اللي بده يقرر لا يعني عم نحكي نحنا عن شركة عم بتشغل مار يعني بيصير فيه مزيدة أو مناقصة يعني بتعملوا إنتوا مش الشراء العام هيدا الأصد من السؤال مش الحفلات عظيم إذا نحنا بكازينو لبنان قررنا نجيب نوع ويسكي معين يلبق للعيبة واللي بيحبوه واللي بيضاهي كازينوية العالم هل منروع على الويسكي اللي أرخص فيه شيء يعني نحنا عم نشتغل بكازينو بعدين الكازينو عنده قوينينو الخاصة اللي هو ما بيصير إلا عروض أسعار بس مين بيراقب تطبيق الأوانين هيدا السؤال يعني مين بيراقبكم كازينو لبنان عم بليك شركة خاصة نحنا عنا أوديتر بآخر السنة بقدم تقريره وأنا بدي ألك شغلي نحنا من وقت ما أجيت على الكازينو أنا ما بدي أحكي عن الفترة السابقة لأنه ما شغلت من وقت ما جيت على كازينو لبنان نحنا ما عنا ولا إذا بديك اعتراض من الأوديتر طبعاً على كل الأمور كيف عم تمشي بكازينو لبنان كازينو لبنان بيمشي باستدراج عروض كازينو لبنان بياخد العرض الأهين ما بتتدخل إلا لإدارة المشتريات بقلب المشتريات ومنشتغل بالأوفر والأحسن لكازينو لبنان نعم بدي أذكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين بيقرأهم تليفونات صوت لبنان 01-325-555 الخلوي 76-611 003-005 الواتساب كل 76-611-001 استاذ رولانخوري عاملين حصرية مع الشركة ومن خلال هالشركة عم بتشغله الأمار الإلكتروني طب ليش هالحصرية عم يسأل طالما حكينا إنه فيه أوديتر فيه مراقبة كمان على الأمار اللي وينين عم تتطبق متل ما هي بس نعم نحكي عن شركة وحدة مش عدة شركات طيب اليوم ليش العملت المناقصة مع شركة وحدة أم إنه هالمعلومات اللي أملنا متوفرة متل ما لازم رح خبري خبرية خبرية هاي الخبرية اللي بلشت المعركة علينا كل جمعة يطلعونها خبرية يوم تخضعوا للشراء العام يوم ما صار مناقصة يوم ما قالوا حق كازينو لبنان نحنا اللي صار احتم 16 شركة عالمية بهايدي باستدراج العروض رجع تقدم حوالي السبع شركات بهيدي المناقصة نحنا عنا مستشار إنجليزي لهن ثلاثة إنجليز مع إدارة الكازينو مع مجلس إدارة الكازينو تأهل ثلاث شركات من السبع شركات اللي قدموا اللي هن أحسن ورجع صار فيه أنفلوبات مسكرة على قلب كازينو لبنان أخذنا الشركة اللي أرخص فهيدي الدفوار نحنا عاملينه للآخر ونحنا أثبتنا ورقنا كلها لعن ديوان المحسبة كيف صارت هيدا العملية بس عم برجع إليك لأنه المافيات كتير كبيرة صار كل يوم يطلع خبرية يعني قلنا سنة صاروا 7-8 اتهامات بهيدا الموضوع تأخر شي أثبتنا أنه كل هيدا وساعة شركات إسرائيلية ساعة ديوان المحسبة يعني كل يوم خبرية بس كنت عم بترد عليها أكيد أكيد ما رح نسكوت لأنه نحنا عاملين شغلنا للأخير بس العقود اللي عم تعاملوها لألعاب الميسر مين عم يشوف على مناقصاتها؟ الدولة لبنانية دولة أكيد أكيد نحنا نحنا ممنعمل شي بكازينو لبنان غير ما نقطع بوزارة السياحة أو وزارة المال غير هيك ما بتستقيم الأمور فخبرية أنه كازينو لبنان فلتان وكازينو لبنان لا هيدي هوي خبرية أنه فلتوا من الشراء العام هاي الخبرية فقط فقط عم بتقول أنه الكازينو هو إدارة خاصة بس فيها أموال للدولة بدي أرجع بدي أرجع ركز على هالموضوع يعني بيروح دي بالمية للدولة اللبنانية لو وزارة المال أنا بس تنحية بس وضحي النقطة بالزاة تدفع من كتير مظبوط نعم الكازينو ما بيروح مصاري للدولة من بعد ما يربح نعم مش هيك بتصير كيف بتصير؟ الكازينو بيدفع خمسين بالمية من مدخيله للدولة يعني نحنا فينا نكون دفعين للدولة خمسين مليون دولار آخر السنة والكازينو خسران رولان خوني شو دور مصرف لبنان بهالموضوع يعني؟ ما في ما يلنا علاقة بمصرف لبنان أبدا 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 نحنا مصرف لبنان ما بيملك شي بكازينو لبنان بيملك بإنترا اللي هي إنترا بتملك 51% من أسهم بقلب كازينو لبنان نعم على الخط مباشرة النائب ميشيل موسى أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير لكل أحد ساعة الماضية العام يعني حضرتك يعني طالبت بإنشاء الهيئة النظمة بموضوع القمار غير بالقمار الشرعي وشو عم بيصير بهالموضوع وين صرنا بهالإطار؟ الحقيقة قدمنا بإكتراح قانون الهدف كان أنه هالانتشار العشوائي والغير منضبط يعني لهذا النوع من الكمار اللي عم يعمل مشاكل مجتمعية كبيرة جدا وخسائر كبيرة عند الناس وضياع الفقوق على الناس وعلى الدولة من خلال المستحقات لإلها وبالتالي قدمنا بهالإكتراح من أجل ضبط هذا الموضوع لأنه للأسف الغاء وبالشكل كامل نعم يمكن شو عم بيصير بين خطوط حضرة الناقف على كل حال يعني رح نرجع نتواصل معك لنحكي عن الهيئة النظمة ما هو فيه مطالبات بهيئات نظمة من سنوات للكهرباء وغيرها وما صارت واقع هل بتعتقد يعني هالمطالبة رح تصير واقع أساس رولا وخولي وبعدين إنه الهيئة النظمة شو تدعياتها الإيجابية على الكازينو ليكي رح أقلك شغلي خليني أول شيء واجه تحية للنايب موسى اللي هو اجتمعنا نحنوية وكان فيه رؤية موحدة كيف حماية المجتمع وكيف نعمل التشريع لهيضا الموضوع وكان كتير متفهم وبالعكس كنا مشين إذا بديك على نفس الفيجون على نفس الرؤية بهيضا الموضوع أنا بدي أشكره وأخذ وقت ليشتغل موضوع هو ما كتير بيعرف فيه يعني هو أخذ وقت واشتغل وسأل وتوصلنا نحنوية وكانت العلاقة سوبر ممتازة وأنا بوجه له تحية لأنه عن جد نائب مميز تفضل حضرة النائب مش هل موسى شكرا 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 أنه نحط على جدوى الأعمال لجال مشتركة الأخيرة بس طبعا يعني ضمن تراتبية معينة ما نوصل له لكن عمل بكل أحوال أنه عمل لجل فرعية من أجل دراسته من كل النواحي ومن أجل تفريع الإكرار لأنه من الأهمية ما كانت خلقت تشريع لضمان حق المواطنين وعدم هذا التفلط المطلق اللي كانت اللي عم بيصير لحد اليوم أين صدنا؟ يعني هلأ نحن عم نقدم اقتراحات أوانيا أين بس يعني الشركات اليوم المقامرة غير الشرعية منتشرة وعم بتهدد شبابنا يعني ونحن ما عنا بقى ثقة بالهقيقات النازمة إنه تتشكل لأنه نحن مطالبات هيئة نازمة بالكهرباء من زمان مطالبينا بوزارة الطاقة أولى هلأ ما صارت بس بدون قانون يضبط المواضيع أكيد تفلط بدي يستمروا بضيبة لكن وضع يعني قانون هو الخطوة الأساسية هو اللي بنا الأولى بهالموضوع هيدا على أمل إنه طبعا المطالبين بعدين بتطبيق هذا القانون كما هو لأنه فعلا الضرع كبير عم بيصير بها التفلط الموجود اليوم وكلنا حوالينا بكل هالمحلات الضيعة ونشوف قداش المشاكل عم تكون كبيرة من شعر هذه الممارسات شو بتقصد بالمشاكل الكبيرة يعني 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 شو نعم يعني شو تدعياتها السلبية على الشباب وخصوصا دون 18 سنة كمان ما هو هيك يعني اليوم طالما أنه في إنترنت مع الإنسان أنه إن كان تلفون وإن كان يعني كومبيوتر أو شيء فعنده مجال أي واحد بأي عمر بأي محل أنه يفوت بها المراهنات واللي ما حدا نعرف يعني بالآخر مصادرة وين وقديش جديتها وقديش فعليتها وقديش هو رح يروح بعيد بهالموضوع هيدا نتيجة إدمان معين شدنا حالة بمنطقة ضغرتها من حواله كم أسبوع يعني في انتحار وعم نشهد قديش عم بيصير في ديون عم تترتب على العائلات نتيجة أنه أولادهم عم بيروفوا بهذا الإدمان يعني بعيدا وبالتالي لابد من ضبط هذا الموضوع بالآخر وطبعا في مالية للدولة عم بتروح فيه يعني فيه مساهمات مفترة تكون للدولة عم بتروح الكازينو مؤسسة لبنانية عم تدفع كل عائداتها عم تدفع واشباتها كلها للدولة اللبنانية لكن الأمور المتفلطة خارج إطار الشرعية وشرعنة هذه المواضيع عم بتروح الدولة إشا كتير إضافة لأنه فيه مخاطر من يعني من وضعية تغييد أموال أو يعني محاولات يعني إرهابية معينة من خلال هالأموال اللي بتتير وبالتالي لابد من ضبطه بكل الأحوال على كل صعب شو دوركم فأزا كنواب هلأ يعني بعضه فيه أنون اقتراح أنون هو معجل مكرر تقدم فيه رئيس لجل تكنولوجيا لا لا مش معجل مكرر فيه اقتراح أنون تقدم ولأنه أهمية الموضوع ما فيك تعمليه معجل مكرر لأنه بده دراسي كمان من اختصاصيين كمان بشكل إضافي ومن النواب بشكل دقيق وما فينا كمان نطول بهذا الموضوع فمن هيك نحط عجبه الأعمال اللي جاء المشتركي وطبعا تألف لجنة ترعية من أجل دراسته بمهلة زمنيا عطيت حوالي شهرين أو ثلاث مرزاكر وبالتالي لابد من أنه يعني من تفسير هذه الخطوات من أجل دراست هذا الموضوع بشكل مناسب لكن كمان عدم إطالة هذا الأمر اللي أهميته نحن منشكرك سعاد تنائب لأنه نعرف إدي حطيت جهد بهذا الموضوع وإنت مثل ما أنت قلت أنه هيدا ملف ما كتير بتفهم فيه بس إدي أخدت مستشارين لإلك لو حطيت جهد كتير كبير لتحمي خزينة الدولة ولا تحمي كازينو لبنان ولا تحمي المجتمع اللبناني منها القافة خاصة بسوق السوداء نحن منشكرك هذا واجبنا في الحال إيه بس بدنا الواقع هلأ يعني هلأ في اقتراح أنون قلنا وين صار صار أنه لجلة فرعية نتجت أو نشأت من خلال اللجاء المشتركة اللي هو لتسريع الأمور نوضع على الجدول لتسريع الأمور وبالتالي نعطي تنهلي ثلاثة شهرين أو ثلاثة من أجل الانتهاء منه وقعدتوا إلى اللجاء المشتركة والهيئة العامة لمجلس النوات يعني بدوا إكرار مجلس النوات نا شكرا لإلك النائب ميشيل موسى اليوم هل برأيك أنه القانون وسبق وسألنا هالسؤال هو رح يسكر كاكين أم رح يبضل مفتوحة لأنه فيه مافيات مسيطرة عليك إذا ما تعلمنا شيء من اللي صار بالفترة السابقة هيدا الانهيار الاقتصادي هيدا الانهيار السياسي اللي صاير هيدا التفلط اللي صاير باللبنان إذا ما تعلمنا من هيدا المرحلة السابقة حرام نكمل باللبنان اليوم عنا سيئة أنه لأ فيه شيء صار وصار لازم نمشي لقدام بالإقوانين وتطبيق الإقوانين والتشريع وآخر شيء بتخلينا نرجع نقول راح تسير ونرجع نحلم باللبنان اللي حقيقة نطالع عبلنا نعيش فيه إن شاء الله يعني على كل حال هيدا المطلوب منصة كازين للبنان الإلكترونية منصة شرعية وخاضعة للأنون شاك؟ صحيح نعم بـ 13 أذار التقيت الرئيس نجيب مئاتي ويعني وقتا قلته إنه ما عدم تجميد المنصة وقال إنه نفت طلب منكن الاستمرار بالعمل فيها شو حقيقة؟ ليش صار فيه لبس بالإعلام حول التصريح اللي صارت؟ لا هو رئيس مئاتي بوقتها طلب لأنه وصل له إنه نحن ما صار استدراج عروض وإذا قلنا حق طلب إذا نخضى على الشراء العام ولازم نقطع على الشراء العام وتوجه بكتاب لدوان محاسبة بيسألن عن هيدا الموضوع وإجا الجواب عمليا بالإعلام كيف انكتبت ما كتير بعاري فس هيدا اللي صار بس انكتب كمان إنه هناك رأي لدوان محاسبة صدر بـ 33 الأول 2023 بيقول بعدم شرعية عمل المنصة كيف تجوستو هالأمر ومستمرين هل لدوان محاسبة رأي ملزم بكازينو لبنان ولا هالمعلومة مش موجودة؟ لا هو دوان محاسبة بيعطي استشارة نعم ومنه شي ملزم نحنا عم برجع قليك يعني هذا اللبنانية لازم يفهموه كازينو لبنان هو شركة خاصة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان ومجلس الإدارة ما بيتعينوا لا من الحكومة ولا من مجلس نوار نعم هل صحيح إنه المنصة أونلاين مدعومة وممولة من جمعية المصارف في لبنان مشان هيك عم بتلاقي النجاح؟ هل من توضيحات بهذا شي مكتوب هيدا شي مكتوب أنا عم بلليك عم بلليك في حملة كتير كبيرة على منصة كازينو لبنان بلشيت لما نحنا بلشنا ضبط هيدا الأمور كازينو لبنان لا بيتعاطم على جمعية المصارف ولا بيعرف حدا بجمعية المصارف وبالعكس عنا ما أخذ على جمعية المصارف طرقونا مصريات الكازينو واللي صاروا باللولار واللي هني محرمين أن نعمل investment فيهم فنحنا أبعد شي عن جمعية المصارف نعم كمان نحكى عن اتهامات لمجلس إدارة قلبي تعريض داتا اللبنانية للخطر وقتها مونديال قطر سنة 22 لتجاوز إدارة كازينو ووزارة الاقتصاد وقتها كيف كانت خواتيم هالقضية؟ تتذكرها؟ نحنا رح قللك شو برجع بقللك صار علينا عشرات الحملات بعشرات المواضيع ونحنا كل ملف نسكره نكبه ورانا ونرجع نمشي هيدا المواضيع الداتا اللعيبة هي كلها موجودة بقلب حرم كازينو لبنان على السرفير كازينو لبنان بيملكها كازينو لبنان فقط لغير هل سيعود كازينو لبنان بالكامل إلى كنف الدولة بحزيران 2025؟ في اتفاقات جديدة مبرمة مع الدولة بهالخصوص؟ لا الكازينو بيخلص الامتياز تابعوله بديسمبر 26 نعم مش 25 نعم بالآخر 26 هلأ عم بقلونا في تعليق المهل ممكن نربح فيهم سنة ونوص وإيه بيرجع أملكة الكازينو وكل الكازينو بسنة 26 لكنف الدولة اللبنانية بيصير ملك الدولة اللبنانية نعم هالشي منيح ولا مش مهد لا رح أقلك شو أنا إذا بتسأليني رأي بهيدا الموضوع يا يجددوا الامتياز 10 سنين لكازينو لبنان أو 20 سنة لكازينو لبنان أو يخدوه هلأ 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 يجب نكون برو اكتف يعني نقدر نتحرك قبل ما الكل يسبقنا وقبل ما الكل يعملوا كازينوات يا اليوم يقولوا خيه تعوا خدوا كازينو لبنان وعملوا البدكنية فيه بس عملوا شيء له طعمة وعملوا إنفستمنت وكبروا كازينو لبنان دولة ينطر صار لازم نتحرك نعم على كل حال يعني أنتو بالكازينو ماشي حالكم مكيتين ولا فيه أرباح بظل الوضع الحالي اليوم والإنيار المالي وسبق وقلت إنو مصرياتكن بالمصارف صحيح أول شي بديك تعرفي إنو كازينو لبنان ما بيتكل على السوق اللبناني نعم الكازينو بيتكل على السواح نحن ما عنا سواح أغلبية مداخين ولا فيه سواح للكازينو لأ قلنا من وقت حرب غزة من أول السنة ما عدنا شفنا لا السيح العربي ولا السيح العراقي ولا السيح الأوروبي للأسف لأنه أنت بتعرفي سياحة وحرب ما كتير بيمشوا مع بعض والعالم عم بتخاف تيجي على لبنان هلأ متأملين نحن بالصيفية يرجع السيح لأنه ما في شي بالمناطق ما في شي بجونة الحرب بجنوب ونحن نحترم اللي عم بيصير بجنوب بس آخر شي نحن بدنا نكمل وبنتمنى السواح اللبنانية واللبنانية والعرب يجوا على لبنان نرجع نشوفهم بكمية أكبر ويرجع الكازينو يشتغل بك على هيد الكاليبر من العالم نعم في حفلاتها الصيف بالكازينو يعني معامرة متل ما شفنا من شاء الله دل الأمور يعني مستتبة على الأقل ببعض المناطق لأنه الجنوب طبعاً منه آمن بس شعب اللبناني مثل ما عم نشوفه عنيد عم نشوفه بالمطاعم منشوفه عم بيحضر حفلات أكيد أكيد تعرفي هيدا صفة اللبناني مش صفة لأنه مع كل اللي صار إذا منعد شو صار من 2020 لليوم بتقولي كيف بعد في شعب لبناني بلبنان بس هيدا قوة الشعب اللبناني هو شعب مقاوم هو شعب بحب الحياة هو شعب ما بيعرفين كسير ونتأمل نكمل هيك وبدنا الاختراب اللبناني خاصة اللي هو بيعرف أنه بالمناطق ببيروت وبمناطق كسروان وشبال والمتن وشمال ما في شي منتمنى منه يزور لبنان ويدعم مثل العادة ونحنا متكلين عليهم ليش البعض مثلاً بيحذر الإمار أونلاين مثل الصين وموناكو وبعضهم شرعوا مثل سويسرا وشرع كمان بفرنسا يعني فينا نقول بينطبق عليه صفة اليوم يعني دول بتحذره ودول بتسمح فيه وليش برأيك في بعض الدول بتمنع الأونلاين كازينو بس هيدا الدول عم بتقل يعني إذا كان فيه مئة دولة بالعالم بتحذر الأونلاين عم بتصير اليوم ثلاثين وعشرين وعشرة لأنه ما بقى في حدا يوقف في وجه التكنولوجيا والصين لأنه بالصين ممنوع الإمار حتى بمنطقة الصين يعني بقلب الصين ممنوع لأمار عملي منطقة اسمها مكاو بيلعبوا فيها أمار نعم ما عندهم أمار بقلب الصين عندهم منطقة اسمها مكاو هيدا مخصصة لهالشي هيدا مخصصة لهالشي هي بتشبهها شوية لاز فيغاس نعم اليوم بمنضوع الكازينو يقال إنه الكازينو يعني متل ما حضرتك عم بتقول إنه ماشي حالو بس مش متل ما كان أيام زمان يعني تغيرت الأيام ليش بينقال إنه الكازينو بتروح بعض الأموال للإعلميين والسياسين بس وضح لنا عن نقطة من ضمن الحملات بتبقى رأيك أنا شخصيا من وقت ما استلامت كازينو لبنان مني دافع لو ولا سياسة بلبنان نعم أبدا 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 لا اللي معي بالسياسة ولا لا اللي ضدي بالسياسة ونحنا ما مندفع أبدا للإعلميين نحنا عنا صدقات بالإعلم عنا مثل حضرتك صديقة كازينو لبنان مثل كل الإعلميين منتعاطبت بإيجابية نحن وياهون وما كانت المصاري ولا مرة بينا وبينتهم فنحنا أبدا 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 ما في دفع لأي إعلامي بقلب كازينو لبنان وأنا بتحدي إلولي إعلامي واحد بيقبض من كازينو لبنان أو سياسة واحد قبض من كازينو لبنان ليش بيقولوا فيه سندق صوت فائزا بالكازينو للسياسيين وللجيش وبعدها شغالة والله الله يساعد على الجيش ياريت ياريت في شي للجيش أبدا ما مش مزبوط هذا الوضع عم بحكيكي من 2017 لحد اليوم ما فيه صندوق أسود كازينو لبنان بالفترات السابقة ما شغلتي أعرف ولا بدي أعرف هل الإقمار أونلاين يعني اليوم الإقمار الإلكتروني عم بيسكر العجزة برأيك الكازينو؟ أكيد هو اللي عم بيسكر العجزة أكيد هو عم بيساهم جديا بانخفاض لعيبة الأجانب اللي كانوا عم بيجوا على لبنان خاصة بعد الأزمة من وين مدخيل الكازينو؟ من الحفلات من المطائع من الإقمار التقليدي ومن الإقمار الإلكتروني؟ لا مزبوط بس 90% من مدخيل كازينو لبنان هي من الإقمار طيب اليوم ليش ما في إمكاني يكون عنا أكتر من كازينو برأيك؟ ليش بس كازينو بده يكون واحد بلبنان؟ لكي أنا معي يكون كازينو واحد بلبنان خلينا نروح نعمل شيء اسمه منطقة كازينو لبنان يعني نروح نكبر الكازينو أكيد ما لازم يبقى هيك نروح نكبر كازينو لبنان نفتح قطلات حوله نفتح مطاعم نفتح مدينة ملاهي نفتح نروح نعمل منطقة كازينو لبنان أنا مني مع الكازينوات الصغار صغير بيبقى صغير روح عمول شيء كبير روح عمول شيء بيشبه لاس فيجاس بمنطق التبرجة عهيد التلة اللي ما بتشبه ولا تلة بالعالم بجمالها ومنقدر ان احنا نعمل احلى كازينو بمنطقة الشرق الوسط نعم طيب شو قصة الموظفين من وقت للتاني مسمع انه بده يصير فيه اضرابات ومع اضرابات بالكازينو لموظفين حلت يعني قصة لموظفين بالكازينو ليك الموظفين الكازينو اللبناني بيتعبوا موظفين كازينو اللبنان هني بتعرفي عم بيق اخر شي عم بيشتغل مع واحد عم بيخسر مصرياته وممكن ردة الفعل تبعه تكون بشعة للموظف بيشتغلوا بالليل وبيتعبوا بهذا الموضوع بس انا من هيدا المنبر بدي قليك حقوق الموظفين بكازينو لبنان واصلة الى الاخير الامتيازات اللي عندن ياها مش موجودة بلبنان ولا عند حدا وهيدا انا بالنسبة الي حق لقلون بس اكيد منهم واحد بالمية مغبونين وهني من الاعلى اجرا بكل موظفين لبنان مستقبل اتصال مين معي اهلا كيف فيك مادام نوال اذا بتريد منوجه سؤال لساعة المدير نسمع دائما ساعة المدير انه بالكازينيات فيه زعبرة خاصة بالعاب الرولات وغيرها عنا في لبنان هل فيه شي منه ايه دا فيه كاميرا دائما فوق طولة الرولات بيقدر ينزل الطابي محل ما بده الديلر وهالاشي اللي منسمعها دائما قديش نسبتها بلبنان هالنعمو المعروف نعم شكرا للكم صباح الخير اول شي ليك هايدي اخبار بتطلع مستحيل حدا يقدر يعرف مستحيل حدا يقدر يعرف اي ارقم بده يجي هايدي مية بالمية جارانتي وفيه ناس بيقلولك لا نحنا بنعرف من ضربة البيلة يعني من ضربة الطابي لما بتنكب الرولات او من ايد الديلر هيدا شي مستحيل لانه انت عم بتكب الطابي على اليمين وعم تبرم الدولاب على الشمال او عم بتكب الطابي على الشمال وعم تبرم الدولاب على اليمين فمستحيل حدا يقدر يعرف وبيكازينو لبنان على القليلة انا بيقدر اكدلك ما فيه ابدا تزعبر بخصوص خاصة بالرولات او بالطابي اللي بتنكب الرولات نسميها بيلي نعم يعني هاي ما بتصير ولا بالكازينو مستحيل مستحيل نعم كيف بتضبط الامن بالكازينو يعني اليوم فيه هيدا مسألة كتير كبيرة صحيح انه اللي بيخسر صحيح كل مصرياته هيدا تؤدي اوقات الى معارك شو بيصير به هالإطار ليكي بكازينو لبنان عنا جهاز الامن دخلنا نحن ويكع الصلاة نحن بكازينو لبنان عنا جهاز الامن طبع كازينو لبنان اللي هو متمرن كيف يتعامل مع كل زبون بزبونه بعدين عنا نحن نقطتين لقوى الامن الداخلي بقلب الكازينو وعنا نقطة لمخابرات الجيش مشكورين اتنيناتهم على كل الجهد اللي بيعملوه فعمليا الكازينو اذا بديك بيتعامل مع اللاعب بطريقة مرتبة بنقدر نتفهم شو عم بيصير معه مثل اللاعب اللي بيربح كيف بيكون مبسوط ونتعامل معه واللاعب اللي بيكون خسران كيف نتعامل نحن ويه لانه ما بدنا بس نقول ان الكازينو هو محل الاخسارة نعم اليوم مش محل الاخسارة محل ربح والاخسارة صحيح بس كمان الربح والاخسارة بيولد مشاكل بالكازينو كيف فينا نتفديها هلا الاهم بالموضوع كيف فينا اليوم اللي نحكي نحن وياك يعني عن الإقمار غير الشرعي اللي مستشري وحكينا عن تدعياته اوقات عم بيوصل الى الانتحار اوقات عم بيضيع مستقبل الشباب وهالتكاكين لازم تتسكر وهي دي عن جد هدف حلقتنا اليوم هو تسكير التكاكين الإقمار غير الشرعي اللي موجود كمان بالبيوت يعني اليوم فينا نسكره هو موجود بالبيوت اول شي خليني اقولك شغلة مهمة كل واحد له دين بالانلاين ما يدفعه كل واحد حدا دينه ليلعب بالانلاين اذا الشركة دينته او اذا حدا دينه يرفع دعوة عليه ونحن منساعده ككازينو لبنان هاي تنوقف هاي دي المقولة انه في دين وما في دين الدين عم بيصير مش خلال الكازينو بيشغيل بيصير من خلال مرابين يروح يوقفه المرابين واذا حدا من الايجنت عنا دينه ما يدفع له مصرياته ونحن اذا منعرف انه حدا من الايجنت دين نحن منقشته الرخصة ومنخليه يسكر تاني نهار فانا بتوجه لكل المستمعين اللي عنده دين عند ايجنت ما يدفعه ونحن كافلين يعني المدمنين على الامار فنحن ونحن عم نساعده نعم تاني شي بتعرف ايه فيه محلات غير شرعية منتشرة بكل المناطق اللبنانية هاي دي مطلوب الدولة تسكرة تقوم بوجباتها نحن رجعنا كذا مرة بهذا الموضوع بس كمان ما قدرنا وصلنا للمحل مطلوب فائزا اولا التشريع الانون انه يتعجل فيه مطلوب تدخل وزارة الاتصالات واجيرو مطلوب القوى الامنية تدخل امار غير الشرعي لازم يتسكر لانه فيه خطر على المجتمعات يعطيك العقل الفعافي مدير عام كازينو لبنانو الأخوري اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان وانشاء الله بتكون صيفية عامرا الله راد ونشوفك بالكازينو بشي حفلة كبيرة نحن وياك اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان الى الملتقى بكرة محل أجديدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة